واقعاً هو أنه بالنسبة للمهانيين منتاع سيارة الأجراء يعني 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 يعيشوا واحد المشاكل كثيرة من جراء أولاً يعني هذا الجائحة اللي كانت واللي بقانيت التدعية ديالها منتاع كورونا وكذلك من جراء الغلاء انتاع لمعيشة وبالأساس الغلاء انتاع القزوال فكن عرفوا بأنه القزوال هو اللي كيخدموا به بهذا المهانيين منتاع سيارة الأجراء فيعني القزوال اللي دباء اليوم أوصل 11 درهم و36 فهذا يعني صعيب يعني يتقل كهل السائقين لأنه السائق الآن ولا خدام فقط يعني بدوني بدوني مدخول ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب فعلاً لتر الخالي من الرصاص يزيد على 13 درهم إلى متى يستمر هذا الارتفاع المخيف مرحباً بكم أصدقائي أولاً صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الشراكة في القناة وتفعيل زر الجرس لأسلكم كل جديد هيا لنبدأ استمر الارتفاع في أسعار الوقود منذ يوم الاثنين 7 مارس الجاري فقد تجاوز لتر الدينزل حاجزة 11 درهم والبنزين 13 درهم وهي أسعار لم تصل لها السوق المغربي يوماً في الأسابيع الأخيرة كانت أسعار الوقود في ارتفاع فالإتنين المنصر بلغ سعر برميل النفط 124.79 در وتجاوز سعر لتر الديزل في الدار البيضاء حاجزة 11 درهم ليصل إلى 11.25 درهم للليتر الواحد وسعر القازوليم حتى 13.04 درهم في المحطة ستكون هذه الأسعار أعلى في مدن أخرى بسبب فارق النقل تجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق أن بلغ مغربون سجل مثل هذه الزيادة في الأسعار حتى بعد رفع دعم الدولة في سنة 2014 حيث تراوحت الأسعار بين 8 درهم إلى 9 درهم فاصلة 90 سنسي بشكل عام يجب أن يكون الارتفاع أسعار المنتجات البترولية آثار سلبية على القوى الشرائية للأسر فهي لا تؤثر على تكاليف النقل فحسب تؤثر أيضا على أسعار المنتجات الاستهلاكية الارتفاع المستمر في أسعار المنتجات البترولية يلقى قبولا حسنا من قبل مختلف القطاعات المتضررة ولا سيما قطاع النقل فقد أعلنت شركات نقل البضائع والركاب وصيارات الأجراء هم الاثنين إضرابا لمدة ثلاثة أيام حركة اجتماعية يمكن أن تطول وأن يكون لها تأثير على إمداد محلات البقالة والأسواق والمواد الغذائية والخضار والفواكه في انتظار تدابير عاجلة على الحكومة اتخاذها لتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفي دل الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا من المنتظر أن تحذو حدوها الكثير من الدول الأوروبية ومن بين نتائج القرار أن تعدى سعر البنزين بفرنسا الثلاث يروهات ويتوقعوا اقتصاديون استمرار ارتفاع سعر المحروقات في الأيام القادمة فالله محفظنا وحفظ جميع المشلمين وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة